مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل والمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي وقرر المجلس الموافقة على المرسومين بقانون وإحالتهما إلى مجلس الشورى بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة اقتراحين بقانون وهما بشأن التفرق للمشاركة في الأنشطة الثقافية بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بصغته المعدلة بشأن تعديل المادة الرابعة من قانون الإسكان اليوم ناقش مجلسنا طبعا مرسوم بقانون اللي عرض على جلسة المجلس اليوم رقم 30 لسنة 2020 بخصوص فصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم جاء هذا المرسوم طبعا مواكبا لتطلبات المرحلة القادمة من أجل رفع طبعا مستوى التعليم العالي في مملكة البحرين واللي هو مشهود له دائما بكثير من الإشادات هذا رح يصب في مسار مخرجات التعليم العالي في الوطن فهناك الكثير من الأمور الخاصة بالتعليم والجامعات والجامعات الأهلية والجامعات الحكومية التي يجب أن نفرغ أقسام معينة لدراستها وتطويرها وجاء المرسوم هذا اليوم لتأكيد هذا الشيء وأننا بحاجة ماسة إلى زيادة الدراسات التي توضح لنا مدى الحاجة الحقيقية لسوق العمل